اشتركوا في القناة 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 زي مثلا قارات من اعلان الحرب ما اعرفش الحاجات تشكيل حكومة حاجات كده بهذا الشكل بيعتبروا ان ده من اعمال السيادة التي لها جزء للقضاء انه ركبة ده جزء من صلاحيات او صميم اختلاصات رئيس الجمهورية لكن فيه قارات ادارية اخرى بيظهر رئيس الجمهورية لما يطلع على رئيس الجمهورية بقرار معين قار اداري بتشكيل حاجة معاناة بالشكل ده فدي قارات يجوز للقضاء مرائبتها وبالتالي النهاردة القضاء كان هدف هذا الحكم هو مجرد ان هم بيمد ولاية القضاء بيمد اختصاص محاكم القضاء الاداري النهاردة في مجلس الدولة ان هي يكون هي المعنية بمرائبة قارات الإيس الجمهورية خاصة بإعلان حالة التوارئ وبالتالي يجوز المحكمة النهاردة اللي هي ايدت قرار رئيس الجمهورية رقم 532 الصدر في 12 سبتمبر سنة 2013 بمدى حالة التوارئ يجوز المحكمة في مرحلة لاحقة فيما بعد اذا حبر اي رئيس الجمهورية قادم ان هو لاعتبار ان ده بيرسخ لمبدأ قانوني ان اي رئيس الجمهورية قادم يحاول يعمل حالة التوارئ ممكن المحكمة ترفض هذا وبالتالي هيكون يعني يكون فيه رفض لده والقضاء يكون هنا ليضور في المسألة لكن فينها يبقى السؤال يعني ما اقيمت هذا الحكم يعني الحكم لا يتجاوز اكثر زي ما قلت لحراركه ان هو بيرسخ مبدأ لكن النهاردة الدعوة دي مرفوعة من يوم 12-9 لفات طب هل النهاردة القضاء كان مستني النهاردة يعني النهاردة حنا نتكلم في جرد يوم 13 يعني يوم 12 يعني بعد شهرين بالزبط من رفع الدعوة من السن النهاردة القضاء عشان يحكم فيها اعتقد ان القضاء لو كان اقرأي وفي كلام ده من شهر ونص والاعتبار يعني الرأي القانوني واضح والعقيدة الخاصة بالمحكمة واضحة ان المحكمة في النهاية عايزة تقول انالية ولاية انالية اختصاص على مرأبة قرارات ليس الجمهورية الخاصة بعلاحة للطوارئ تبليع قضاء كلمتك بتتأخر دايما وده السؤال اللي انا بسأله وبقوله دايما لماذا تتأخر قضاء المصري فوق رأسنا وقضاء نازيه وقضاء بيكر يعني سوابت قانونية وسوابت قضائية هي في النهاية كلها في مجموعة او في محصلتها بترسخ لمفهوم الدولة المدنية الدولة التي ينتهي فيها عصر الفرد خلاص لم يعد الرئيس الاله موجود لا في الدستور القادم هيكون فيه الرئيس الالهة او شبئ الاله ولا حتى في تعامل الرئيس مع سلطات الدولة ولا مع القضاء ولا مع الجيش رئيس الجمهورية هيكون مجرد فرض في المنظومة او صح هو ميسر الرئيس السلطة التنفيذية لكن في النهاية ما هوش الرئيس المطلق السراحيات الذي لا يجوز برابطه النهاردة القضاء يباليه كلمة ويرائب لكن ليه قضاء مصر بتتأخر دايما يعني انا كنت اتمنى ان محكمة القضاء الاداري لانزارت حكمها النهاردة لسه النهاردة بس يعني جاي قالين يعني خلاص بيفرحون ان هم يعني قابلها بيومين بنغيركم حالة الطوارئ كنت اتمنى ان هذا الكلام يقال من شهر فات حتى لو قالت ان انا برفض الدعوة وان رئيس الجمهورية يستمر في حالة الطوارئ وان انا بوقيت زي ما نهاردة قالت المحكمة محكمة قالت النهاردة ان احنا ان المحكمة الحكمة النهاردة هي ايدت قرار رئيس الجمهورية بمادة حالة الطوارئ وهو صدر يوم 12-9 عالي فات هي القضية مش مسألة الغاء هي محكمة خلاص رأيها وعقوداتها ان هي فحيسيات قالت ان فيه اعتداء غير مسبوك على مقارات الجيش فيه اعتداء على دور العبادة فيه فيه يعني ما نيجي نشوف نهاردة فحيسيات الحكم الحكم في حيسياته بيبرر لماذا وافق هذا الحكم على قرار رئيس الجمهورية بمادة حالة الطوارئ القضية مش بقول المحكمة انك انت درغية وتمددية لكن ليه محكمة محكماش بسرعة ليه قضاءنا بيتأخر دايما في كلمة الحق بتاعت هي كلمة الحق بتتقال محدش يزايد ولا يشكك في ذلك لكن دايما المشكلة مشكلة دايما ان كلمة الحق بتيجي بعد يعني بتيجي بأسر راجع بتيجي بعض فات الوان يعني النهاردة حتى فنفرد جدلا النهاردة ان الحكومة التزمت بحكام المحكام النهاردة وقدت تعليماتها النهاردة يا جيش اللي وقفين بالشارع اللي وقفين بالدبابات والدوريات خلاص النهاردة مفيش حظة تجو ايه قيمة يعني يوم النهاردة ما كده كده هترفع يوم 14-11 بقوة القانون تبقى الاعلان الدستوري يعني أنا حتى كنت نهاردة براجع الاعلان الدستوري نهاردة كان وقتنا متأخر في حالة شايف كان عندي وقتا قدر راجع شوية المدى 27 من الاعلان الدستوري اللي هو أصدره الرئيس المؤقت عدل منصور يوم 8 يوليو الماضي بتنص على أن اعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ ده يتم بعد موافقة مجلس الوزراء يعني ماقدرش يعني بعد موافقة مجلس الوزراء لحالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجوى 13 يعني في كل الأحوال المحكمة لو كانت حاكمت المحكمة لو ما كانتش حاكمت عدل منصور اخر 13 شهر وما كانش يقدر يمدها يوم واحد بعد كده خلاص ده الاعلان هو حطه ما هو ده هما لوتي النهاردة عطالت ده الصور 2012 وحطه اعلان جديد يوم 8 سابعة الاعلان اللي عادل منصور حطه هو في المادة 27 بيلزم نفسه الحد الاقصى بتاعت حالة الطوارئ هي 13 فانتعلنتها 14 8 يبقى اخرك 14 11 هي المحكمة النهاردة حابت تتفازلك شوية قالت لا ده اصلا انت مددت قار يوم 12 9 فانت كده قبل معده يومين فانت اختصرت يومين من وقتك فالنهاردة ما هو مفروض 14 8 يعني 14 9 وجي يوم 12 9 عما طلع قار جديد فخلاص يبقى نعدلك من 12 9 بدهت المحكمة النهاردة تعدله من 12 9 لغاية يوم 12 11 اللي هو كان مفروض النهاردة اللي هو يوم من 3 النهاردة 12 12 على اي لحوال بعيدا عن هذا الجدل وهو حكم له قيمة له من حيث اصره في الشارع يعني من حيث انه لو اصره في الشارع هو مالوش قيمة لكن في النهاية لان نهاردة الناس اللي لديها كثير من الدعاء والقضايا وبحقوق الناس بتوعى تتأخر وتتوعى في المحاكم بالشهر والشهرين وحب تتكلم ده شهرين ده اعتبر ده فترة قياسية وجيزة لما محكمة النهاردة قالت كلمتها في شهرين ده في قضايا بتوعى بالسلاتين وبالعشرين سنة في المحاكم ولا حد اللي يعرف فيه اخد حق ولا باطل يعني عليها لحوال موضوع حظر انهاء حالة التوارق ده وحظر تجول من اهم الموضوعات التي تم بها كل الجرائد وبتحديدا بالحكم اللي اخذرته النهاردة المحكينة بتاعة القضايا الاداري روزر يوصف في صفحتها الاولى بتقول بالقانون الغاء التوارق في الحقيقة هو مش الغاء التوارق هي التوارق بالفعل ملغاء ملغاء بموجة بالمدة سبعة عشرين من اعلان الدستوري لأخذر عدلي منصور وبيقول ان هي اقصى مدرات 13 وقضايا الاداري يحسم يحسم الامر والحكومة تنتظر والداخلية تؤمد من مجموعات كوطرية وكما مسلحة وبتقول لا انسحاب للكوات المسلحة نروح الاهرام الاهرام تتكلم عن طبعا بعد ما هيتم رفع حالة التوارق ويعني حظر التجول على فكرة انا عايز الحاجة برضو يعني حظر التجول ده مش في كل مصر يعني مثلا في محافظة الاربية لانا ما فيش حظر تجول فيها الحقيقة عادية محافظات زي بول سعيد ما فيه كثير من المحافظات ما فيش فيها حظر تجول هو حظر تجول ده مطبك في حوالي 14 محافظة بما فيها الكهور يعني القاهرة زي 13 محافظة اخرى ده اللي فيها حظر تجول فالنهار ده الاهرام بتقول انتشار امني بالقاهرة والمحافظات عقبا انتهاء الحظر في الحقيقة اللي يشوفوا الخبر يتخيل ان الحظر موجود في مصر كلها هو الحظر يقول ده لكن الحقيقة كلها هو 14 محافظة تم اهوا 14 محافظة مصر في 29 محافظة ده معناها ان فيه 15 محافظة من محافظات مصر مفهاش حظر يعني الحياة مش تختلف فيها يعني الحياة في بورسعيد او الحياة في القلبية او في الغربية او في الاهلية لن تختلف لن تختلف عما هي موجودة محيحنا كده كده ما فيش حظر يحيح حكاية كلها تفرق فين في القاهرة في اسماعيلية مش عالف في بعض المحافظات اللي هي ايه اللي فيها شوية مشاكل يعني وزير الداخلية بيقول ان فيه يعني ان الوزارة استعدت استعدادا كاملا لمواجهة اي اخلال بالامن في يوم 19 نوفمبر وهي الزكرة اللي يوفق الزكرة السنوية لأحداث الزكرة السنوية الثانية لأحداث شارع محمد محمود اليوم السابع أنا بتتكلم عن المفاجأة بتقول اليوم السابع مفاجأة مفاجأة القضاء الإداري يقرب انتهاء الطوارئ قبل نهاياتها باربعاش ساعة لا هي ابنها بثمانية واربعين ساعة لأن هي مفروض الطوارئ تنتهي ده مرشرة غير صحيح مفروض ان حالة الطوارئ تنتهي الساعة أربعة عصر يوم الخميس 14 نوفمبر المحكمة حاكمت بانتهاء الطوارئ يوم الساعة أربعة عصر يوم الثلاث 12 نوفمبر يعني هي مفروض قبلها بـ 48 ساعة ده يعني ده بس كان مجرد تأتي على مرشرة اليوم السابع والدسور ايضا في الصفحة الثالثة بتقول انتهاء حظر التجول اعتبارا من اليوم هو مفروض اعتبارا من الامس هي برضو دسور بتتكلم عن فكرة ووضع حين ما بعمل برجالة الجوايد يعني النهاردة احنا بتتكلم عن دسور بتاع يومه الأربعة 13 نوفمبر هو حظر تجول مفروض ان هو طبقا لحكم محكمة انتهى يوم الثلاث يعني قبل ما العدد ينطبع يوم الثلاث 12 نوفمبر اللي احنا فيه دلوقتي يعني احنا دلوقتي احنا بتتكلم عن هو حالا احنا بتتكلم مساء يوم السلساء 12 نوفمبر مفروض حكم محكمة ان هذا الحظر انتهى الساعة 4 عصر النهاردة يعني دلوقتي في اللحظة نهاية بكلفة ما حضركم مفيش حالة طوارئ مفيش حالة حظر ان يقدر اي ناس يمشي ده تبقى لحكم محكمة يعني في الحقيقة يصول انتهى حظر التجول على اعتبارا من اليوم اي مفروض يقول على اعتبارا من الامس مفروض يعني والصحيف تلوطن في الصفحة الاولى ايضا بتقول القضاء ينهي الطوارئ والحكومة تستجيب بتقول ان الحكم يلغي حظر التجول عارفين اللي ازاي يقول لك ايه مش عارف ودنك مين يا جوحة الحكم يخذ تلقائيا حين تنتهي حالة الطوارئ ينتهي حظر التجول انا نهاردة كنت قاعد بقرة قانون الطوارئ رقمية 58 رقمية 162 قانون الطوارئ وبنشوف ما هي مواد قانون الطوارئ قانون الطوارئ بيدي السلطة التنفيذية في البلد صراحيات كسيرة مصادر الاجتماعات ومرقبة الصحب ومرقبة السائل الاعلام حظر التجول كل او الجزء يمنع الشخصات من التحرك امكانية الاستلاء على المنشآت العامة الاستلاء على كذا تأجيل استداد اي اقصاط او اي ديوم مستحق على الممتلكات التي تتم التحفظ عليها يعني دي في النهاية دي كلها تدعيات حالة الطوارئ طبعا الحكومة ما استخدمتهاش يعني عشان بتكلم برضو كلمة صدقه وكلمة حق الحكومة لن تستخدم حالة الطوارئ التي اعلنت يوم 14-8 الا في بند واحد فقط منها وهو حظر التجول لكن النهاردة هتكلم عن حالة الطوارئ ده حالة الطوارئ من ضمن صلاحياتها تحديد الاقامة الجبرية يعني كنت النهاردة فيه واحد شخصية ممكن يكون فيه منها ألا تقدر انك انت تقول له تحديد اقامة في بيتك او في اي مكان معين ما يخرجش منه وتحطيه الحراس عليه زي ما كان حصل من حسنبارك وبناء على كده حسنبارك النهاردة اعتبارا من هذا الحكم واعتبارا من انتاح الطوارئ بشكل عام حسنبارك يكون مواطن عادي حر طريق يقدر حسنبارك ينزل الشارع يقدر يتفسح يقدر يروح اسكندرية يقدر يروح لقصه يروح اسوال من حق حسنبارك يتحرك كيفما يشاء حسنبارك اعتبارا من هذا حر طريق لان كان حزن ببلاوي هو رئيس الوزراء حزن ببلاوي كان اصدر قرار بتحديد اقامة حسنبارك وضعه تحت الاقامة الجبرية بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 162.658 هو قانون التوارئ فدي صلاحيات يكونوا بيديها فالنهاردة الكحون بتقول ان الحكم يلغى حزر التجول تبا تلقائية تأكينك بتفسر الشيء بالشيء يعني تبا تلقائية من انهاء حالة التوارئ هيتلتب عليها انهاء كل ما هو متلتب عليها من ضمن ما هو متلتب عليها حزر التجول ده ده احد تطبيقات حزر التجول اللي قام الجبرية زي اللي كان حصل مع حسنبارك مصادرة الممتلكات العامة التحفز عليها وقف سيد الاقصار حزر الاجتماعات مرأبة الصحف تبا من ضمن مسلا الصلاحيات اللي بيمنحها حالة التوارئ مصادرة الصحف تبا النهاردة ما احنا بنهاجم الحكومة حد يصادر الصحف بتاعت من ضمن صلاحياتها مرأبة الصحف يعني تقدر النهاردة بموجب هذا القانون بموجب هذه الحالة تقدر الحكومة تبعث لواحد مراقب جوا الجريدة يقول تعالى لو سمحت ورين صفحتك قال من حالة ان انا الرائبة قانون تقول كده لكن الحكومة ما استخدمتوش بالشكل ده طيب ده كان الاول النهاردة هو موضوع انهاء حالة التوارئ طبعا ده موضوع مهم جدا انا اعتقد انه موضوع مسير للجدل يعني حياة احنا مش عارفين النهاردة هل القوات اللي موجودة في الشارع اللحظة اللي كانت فيها محضراتكم دي هتلتزم بهذا الحكم امناها في حالة انتظر تعليمات هل صدر تعليمات ولا مصدر الشعليمات حتى هذه اللحظة في حالة محدش يقدر يتبين في نهاية ده مش هدونا نتبينه الا ما نشوف النهاردة الناس اللي كانوا ماشيين في الشارع النهاردة هيلقوا كوات هتمنعهم ولا مشتمنعهم الناس هتعمل ايه في الشارع ده هبان خلال يعني الساعات اللي موظوظت هي الساعات اللي جاي نروح بقى الاموضوع التاني في حلقتها النهاردة كده وهو موضوع ملف جماعة الإخوان المسلمين اليوم جمعات الأخوان المسلمين كان فيه حالة من الشتغل غير العادية بجمعة الز synthesis بالنشيد يا أغلى اسمي في الوجود يقول يا أغلى اسمي في الوجود يا مصر النشيد المعروف ده هو فالنهاردة تخيالوا ان في جامعة الأزهر يقولوا يا أوسخ اسمي في الوجود هل تتخيالوا يعني يصل هذا النشيد الوطني اللي احنا نقول يا أغلى اسمي في الوجود يا مصر النهاردة أصبحت يا أوسخ اسمي في الوجود يا مصر هذا الكلام كويل في جامعة الأزهر النهاردة طبعا دول مش قولوا كل جامعة الأزهر عشان يكون كلام ضفيق دول الطلاب المنتمون إلى جماعة الإخوان المحظورة وهم اللي عملوا هذا النشيد في جامعة الأزهر نبدأ بصحيفة الوفد في الصفحة الأولى في الحقيقة الوفد أيضا بتتكلم عن يعني أن نأخذ مرورة بالترتيجة نبتدي بالوفد الوفد بتقول الداخلية تحذر الإخوان من التخريب اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية بيقول يعلن عن تأمين كامل لتجمعات المواطنين في ذكرى محمد محمود ومباراة غانا وطلاب الجامعة يشتبكون مع الأهالي حول جامعة المنصورة والداخلية بتحذرهم من أي محاولات للتخريب لو أنتم حاولتم تستغلوا رفع حالة الطوارئ أنها يكون في تخريب فالداخلية بتقول أن فيه تأمين كامل للأماكن دي كلها والداخلية تتدخل بالقوة اللازمة لمعنى أي محاولة تخريب والحقيقة في الصفحة الثالثة من الوفد طلاب الإخوان بالمنصورة يشتبكون مع الأهالي أمام الجامعة بتجديد حفص أربعين إخوانيا والقبض على عشرة آخرين في ستة محافظات ضبط بندقيتيني وتبانجة وستة قنابل يدوية بحوزة أنصار المحظورة اليوم السابع أيضا بتركز الأسف الشيط على هذا الهتاف المؤسف اللي يعني اللي إحنا كنا بنأسف ليه يعني إلما واحد يهتف ضد بلده أي أن كان خلاف السياسي اللي عايز يحب سيسي يحبه اللي عايز يقرأه يقرأه ولو بيحب عدد مصر يحبه يقرأه يقرأه من حقك نتطفق على خلص طريقة تختمح لكن في النهاية مش من حقنا إن إحنا نختلف على مصر يعني إحنا نحبه ونقرأ نختلف سياسيا دي مساء طبيعية جدا وتلقائية وأنا من أكثر الناس المدافعين عن حقه كل إنسان إن يتطفق أو يختلف مع من يشاء حتى من فيها جامعة الإخوان نفسها لأن في نهاية ده مبدأ إحنا بنكلم فيه لكن النهاردة مش من حقنا إن إحنا نختلف على مصر يعني النهاردة أنا لو هختلف على مصر بلده نعنش فيه إذا ما كانش هيدي الخيانة هتوبا هي إيه الخيانة يعني يوم الساعة بحسن ما بتقول طلاب الإخوان في الأزر يغنون يأوسخ اسم في الوجود والشبكات ديمية في جامعة المنصورة وإصابة العشرات وهجوم في جامعة الزأزيق على مبنى رئاسة الجامعة تخيلوا أنا بس عايز أقول مجرد بس ملاحظة عبرة تخيلوا لو كان هذا النشيد كان طلع من طلاب أباط في أي جامعة أو لو كان طلع مثلا مزارفة كتدرية كده مثلا زي أحداث مثلا مثلا موضوع أحداث الخصوص والجنازة خارجة ودول جايين ممرة بيضربوا ويحدفوا على كدرية الملوتوف ويحدفوا قناة بالغاز المسيحية للدموع على زي ما كان حصل مثلا في كنسة الوراء آخر حادث الهابت عرض نارو كنسة الوراء تخيلوا لو كان كده كده جم 3-4-10-20-50-1 مسيحي يعني إحنا بشر ومن حقيقة أن إحنا نغضب ونصور ونزعل دولة مش قادرة تأمينها وقادرة تحمينها تخيلوا لو كانوا تلعوا 3-4 مسيحيين كده عند كنسة الوراء وقال في كدرية هنا وقالوا يا أوسي خصمي في الوجود وأن مصر دولة ظلمة ومصر دي ما بتحمينهاش ومصر دي طرع مرة بتنتاكحوا الأبات تخيلوا ماذا لو كان هذا الهتاف كان حصل تخيلوا كان إيه اللي ممكن يحصل كنا فجعنا تنطلق عشرات المقالات تشكك في وطنة الأبات وإن الكنيسة ما بتقومش بدورها وإن الأبات دولة الناس مش كويسين واصل تقاقع الأبات جاء الكنيسة هو اللي مخلي الأبات مش قادرين يحسوا بالحس الوطني لأن الكنيسة هي اللي قف على دماغهم وهي اللي عاملة فيه ومعرفش الكلام لكل أنا بس أنا بقول يعني ده مجرد بس ملحظة عبيرة عشان نحط كل شيء في سياقه وإن إحنا كما نرفض التصيد لرغم أن هذا حدث جوا جامعة الأزهر وهذا شيء يسيء للأزهر الجامعة والجامعة ومع ذلك نحن لا نعمل بقول إن في نهاية دول طلاب قلة معينة بنحصلوا فيهم فإذا أيضا يعني إذا كان بنفس المعيار إذا افترضنا أن فيه واحد بتطلع بصوت هنا ولا هنا ولا اختلافنا معاه مش قضية ما ينفعش أننا تهم الأبات بالخيان واتهمهم أن هما ناس مش مؤهلين يكونوا مواطنين ويحرموا ويعملوا ونعملهم وندهوسهم عشان يطلع صوت مش عاجبنا يعني ما هو قد النهاردة هو طلع يأوسق إسم فلقود تخيلوا أن هذا الهتاف لو كان قالوا واحد مسيحي كان إيه اللي ممكن يحصل في برد نروح للأهرام في الصفحة الأولى أيضا الأهرام تتكلم عن القلق والشاغب لحصل جامعة الأزهر وبتقول أحالف عشر طلاب بجامعة الأزهر المجلس سأديب إصابة 28 طارب المنصورة والشبكات مع الأمن بالزأزيق والوطن في الصفحة الأولى بتقول سككين طلاب الإخوان تطعن الجامعة الطلاب نهاردة كانت فيها مزارة بسككين وعشان كده أنا لما قلت يا جماعة أرجوكم الجامعة مكان للتعليم الأخ بتاع الوزير التعليم العالي يقول لك أن التظاهر حق مقدس مقدس مين مقدس ده أنت مجريان بعيشك وعارف حاجة مقدس فينك الجامعة مكان للعلم سمحنا بالمزارات في الجامعة خلاص اتفتح الباب الجامعة مكان للعلم هنفتح لمزارات المؤيدة اللي مش عارف للجيش ولا للفرق السيسي ولا للدولة هنطلع لك مزارة النهاردة هو من ضمن سمار سياسة الأخ حسام عيسى ده وزير التعليم العالي سككين طلاب الإخوان تطعم الجامعات إصابة سبعة من أمن الزئزي أثناء تصدل طلاب المحزورة وطالبات يقتحمنا طالبات كمان ده فيه بيانات كمان عاملين شغبين يقتحمنا كلية الدراسات وإخوان القهور يتظاهرون بصور الأخ أحمد عبدالظاهر اللي هو اللعب الأهلي اللي عمل علامة رابعة كده بيده طبعا هو توقف وهيبعوه وهيطلع عينه يعني والدستور في الصفحة الأولى بتتكلم عن في الحقيقة خبر مهم جدا بتقول مؤامرة أمريكية جديدة على مصر مؤامرة أمريكية جديدة على مصر أمريكا وقطر وتركيا استبدلوا الإخوان بالسلافيين والطابور الخامس الكلام ده أنا ياما وقلته وقلت يا جماعة مصر بتسرق تاني مصر صورة الأولى سرقت بمعرفة الإخوان والصورة التانية بيسرق السلافيين يعني مصر طول مرة السرق سرقنا في 25 يناير من الإخوان والنهاردة بيسرق في 30 يونية من السلافيين اتصالات سرية لتعطين للصفتاء على الدستور ويسرق الفوضى في ذكر أحداث محمد محمود وبتقول يعني نفس الموضوع في الصفحة الثلاثة بالتفصيل دي صحيفة الدستور في الحالة ما قمناش بالصورة عشان نخلص من حصة مبارك نوعف الإخوان وبعدين قمنا بالصورة تاني عشان نخلص من الإخوان نوعف قرابيز السلافيين ده إيه ناكا يا جماعة نفسنا تكون مصر دولة حقيقة دولة لكل مصريين دولة مدنية حديثة عصرية تبتسع لكل أبنائها للمسلم والمسيحي والديني والديني والبوز كل واحد حر يا جماعة يعتقد ما هي الشاق ويعتنك ما هي الشاق أنا مش هخش ربنا ما عمليش شوكير عشان حزبك بتوكين من ربنا كل واحد حر يعتقد ما هي الشاق أتمنى أننا نسترد مصر التي تسرق للمرة الثانية وأنا الكلام ده قلته وكتبتوا في مقارات عدة مقارات فجرات الدستور وأردتها لحضراتكم مصر تسرق للمرة الثانية مصر يسرقها لإخوان أول مرة والسرفين بسرقها للمرة الثانية هترى مين هيسرقها للمرة الثالثة بس هو ده السؤال طيب نروح للملف الثالثة النهاردة هو ملف الدستور الجديد طبعا النهاردة يعني احنا كده خلصنا ملفين الأول اللي هو ملف الانتهاء حالة التورق وملف اللي هو بتاع جماعة الإخوان والشغل والقلق ويقوصي إخيزمي في الوجود والحاجات والسكاكين للإخوان تطعن الجماعات وما يقل ذلك طيب الموخة هايزا طلع فاصل طب هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنستكمل باية أخبارنا في حالة عندنا ملفين بعد الفاصل في ملف الدستور الجديد وحالة التعصر المخزي للجنة الخمسين هذه اللجنة اللي ستتضع دستور هيكون أسوأ من دستور 2012 يعني احنا النهاردة بقول خلصنا من حسط مبارك واعنا في الإخوان خلصنا من الإخوان واعنا في السلافيين خلصنا من دستور الإخوان يعني وهكذا فالنهاردة عندنا الملف الدستور الجديد وعندنا أيضا ملف الرابع هو ملف الرئيس السابق محمد مرسي وفيها أنباء متضاربة هل مرسي وافق على توكيل فريد دفاع عنه ولا ما وفيشي التفاصيل اللي كلها هشوف بعض الفاصل